زرقية من حمل مع نوح إنه كان عبدا شكورا وططينا إلى بني الصرائل في الكتاب لتنسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا فإذا جاء بعض أولاهما بعثنا عليكم عبادا لأولي بأس شديد وغجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليه وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوه وجوهكم وليدور المسجد كما دخلوه أول مرة ونتبروا معلوم تذبيرا عسى ربكم يرحمكم إن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة عتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشرق دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آيتان نهار بصرة لتبته فضلا من ربكم لتعلمون ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصل له تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه والأخرج له يوم القيامة كتابي يلقاه منشورا اقرأ كتابك أفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدا فإنما يهتدي لنفسك ومن ظل فإنما يظل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى لمعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية نمر مطرفيا ففسقوا فيها فحق عليها القول فذمرناها تذميرا وكم أهدقنا من القرون من بعد نوح وكثب ربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا ما كان يريد العجل تعجل له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مزهوما مذحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشهورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضل بعضهم على بعض حول الآخرة أكبر درجات وأكبر تبطيلا لا تجعل عن الله إله الآخر فتقعد غزوما مخزولا وقدر ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر حدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناحا ظل من الرحمة وقروا برحمهما كما ربياني صغيرا أطوكم أعلم بما في نفوسكم يتكون صالحين فإنه كان الأوابين غفورا وات ذا القرب حقه المسكين من السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضا عنهم بطيقاء رحمة من ربك تأجوها فقل لهم قولا ميصورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنوقك ولا تبسطها كل البصد فتقعد منوما مهزورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا